السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل فيديوهات ونستكمل فيديوهات Blackboard Collaborate Ultra أو الفصول الافتراضية الحديثة بنكلم على كيفية إعداد وتجهيز متصفح الكروم اللي هو المفضل في استخدام فتح الرابط الخاص بالجلسة الافتراضية عشان نفتح الجلسة الافتراضية بشكل طبيعي على النحو التالي بنروح لموقع الكروم جوجل وبنبحث عن الديسك توب شيرينج دي أداء أو طول بتضاف لمتصفح كروم زي ما هيظهر بالشكل دا كده أدي الكروم ويب ستور وأدي الأداء اسمها ديسك توب شيرينج فبتظهر عندنا وبتدي نضغط Add to Chrome يبقى بيتم الضغط على Add to Chrome عشان نضيف الأداء دي لمتصفح كروم بحيث أنه يفتح الرابط بشكل طبيعي وده الرابط بتاعناها لما بنضغط على Add to Chrome بتطلع عندنا الشاشة الصغرية دي غالبا ممكن تطلع وممكن لا فبنضيف Add extension لو كان التول مش متحملة دي هتظهر طب لو حد كان محمل بيفتح البرنامج أو بيفتح يبقى بتضغط على Add to Chrome بيبقى فيه هنا Add extension بتضاف في الشكل دا فيفتح ساعتها المتصفح بالشكل دا يبقى كده اضافت للمتصفح بنروح بنضغط على الرابط اللي خاص بالجلسة الافتراضية بنضغط على الرابط دا اللي هو بيكون تم إرساله إلينا من خلال اللي أنشأ الجلسة فيبتدي على طول في المتصفح بيفتح الشكل دا وبينلاقي بيطلب مننا بقى يدخل الاسم إلى آخره أهو وبينلاقي بسنة انتقلنا إلى داخل الجلسة الافتراضية يبقى الفيديو القصير دا كان مجرد بالإعداد المتصفح كروم لكي يتم فتح الجلسة الافتراضية بصورة طبعية شكرا ونلتقي على خير في بقية الجلسات أو بقية الفيديوهات الخاصة بإعدادات والقوائم الخاصة بالفصول الافتراضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا